وصلنا معكم في لمايكس بريس أحلى أحلى تونس مع هجر بوجمع في أشتاغ أشتاغ تونس بلد جميل يطيب ويحلو فيه العيش وتتميز تونس بمناخ معتدل اتقعوا على ضفاف المتوسط ذلك البحر الجميل والنظيف اللي مايموتوش فيه الناس حرقين لا لا أبدا كما تتميز تونس ببنية تحتية متقدمة أبهرة العالم إذ يتسائلوا العالم على العبقرية اللي نبنيوا بها في قناطرنا ونحطوا رمبوان فيما دخلوا مخرش كل قانترا مش بش نخلقوا أمبوتياج لا لا بل لنسمح للناس بالتعارف خلال ساعة الظروة وتبادل أجمل عبارات التهيني والمحابة لأنه الشعب التونسي معروف بدمي تتأخلقوا أما عن بقية سكان هذا البلد الجميل فيلجأونا للنقل العمومي الرائع ولا لا ما عناش عربية مترو يدخلو لها مش بيك أما عن اقتصادنا فهو مزدهر بدرجة كبيرة تخلينا وجهة للمهاجرين من العالم يحبو جيوا يستقروا ويخدموا عنا مش يبنيوا مستقبلهم بما أنه التونسي مستقبل مضمون تونس بلد الشمس والطاقات المتجددة ولا لا ما يقصش الضوف وصيف ونقعد ونقله في خمسين سخانة بما أنه عنا الفوتو فولتيك وعادي كان 30 بالمية قيمة التاكس على البانو وهي 2.5 بالمية فقط في المغرب وستة بالمية في المصر هذا يذكرنا به المواطن الصالح نسيت اسمه على الفيسبوك وليلي ما نيش قاعد نصب به إنه ما خدمتي بش نقرأ ليستاتو تونس بلد متقدم من حيث الحريات الناس كل تتعايش فيه بسلم متقبل الاختلاف ولا تنكل الأغلبية بالأقلية كما تعرف تونس باستراتيجيتها وسياستها الثقافية اللي تجعلها وجهها مميزة لسياح من الطراز الرفيع ميل بسوش سنديلو كلاست ويدوروا بنفس ده بوسط الميل بلاستيك نهار كامل وراهوا 0.4 بالمية نسبة نمو راهي به على خاطر القناعة كنز لا يفنى المهم السيادة الوطنية وصفر مديونية والجو والجو والعمبيانس والعيش الهيلثي احنا مثلا في تونس قاعدين نقصوا من حامة لوش والخبز إراديا على خاطر ما هم شبهين لصحتنا ونموتوا ونموتوا ويحيا الوطن ما فهمتش كن نموتش كن بشي قعد في الوطن بخ كنت وكيما قال صديقنا بيقى أحلى حاجة في تونس هي إنك لازم كتحبها بس يفعليك تنمشي للحبس ونخليكم معه نغم وطني لصفية صدق قناعة كنز لا يفنى هذي ما خلفها حد لا بتميات الحال لا واكتشفنا زادة مؤخرا صديقتنا وزميلتنا سونيا الدهماني أنه ضحض كلام من النوع ذايا يبدو أنه مخالف للقانون فبالتالي ما بالنجمو كان نتفقه مع كل ما أفادتنا به هاجر طواف نجمو حتى نزيدو مثلا البنك المركز تونس يهبت الفلوس وساخدر الدنيا مثلا اه ولا احنا في بلاينا تستحق فلوس تمشي لبنك المركزية طبع لك لا يقول لك قداش تحب قداش تحب سبعة مليار دينار تشكين عليه يلا وهذه معناها حاجة بدعة معناها احنا اللي خلقناها وما فماش كون سبقنا لها أبدا كان فما في تاريخ البشرية شكون نصلي هذا الارتفاع وهذا العلو وبتبع الحال ذاك عليش هما داير طمعين فينا وذاك عليش فما المخططات متاع التي تستهدف بلدنا العزيز واللي يحبكوها كل مرة ويحدثون نحن فقنا بهم المسائلة ذوما فقنا لنيتانياهو بيدو كان عنده نوايا في تونس عنده غواسق بالنوايا فقنا بيه كيسنجر كيسنجر زادة فقنا بيه اللي هو زادة كان عنده كان عنده اهتمام بتونس برنار انري ليفي زادة ايضا عراب الانقلابات كما يدقال عليه حتى هو الحمد لله كنا لهم ذوما كل بالمرصاد باش نواصلوا في العيش الرغيد اللي نحن موجودين فيه اليوم رغيد صحيح صحيح حيث رغيد هو هو رغيد حقمتها ربي رغيد ورغيف بينهم حق صحيح ولاو فما زادة غنايا ان تحدا عليك كان يكون عنده في البعز الاختراس ما يبارك في ترابك يا تونس لها زادة غنايا مهمة جدا في تاريخ هذه الرقعة ترغيين عليها نقبلش تحد راو لازم وليد راو مدو بالك لازم راو قعد راو يقدم بنا لاو تقدم بنا سن اشواط معنا نحكيه على حاجات اللي اللي عمرهم عشرين ما يعرفوهم مش اختاروهم عمرهم ما عاشوهم جوجل موجود اي 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 لا ما معكم باخي جوجل يبارك في ترابك يا تونس يعني هي هدفة لا وكي تحطها في جوجل يقولك اه شامل اه لكن في الاخير اه يزمك تحبها معنا شو كون قال ما نحب ويش هي قصة حب من طرف فين شو كون قال هي الضربة فيش علش الموزيدة هي اخي اخي هي سونية داماني ما تحبش تونس ليه بالعكس معناها والكلام جاي من 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 حرقة سيدجو ساح كازم واحنا معروفين نتونسها بالصح كازم با هذك باش غالبين احنا الغالب بابيت احنا غالبينها بالتفادليك متاعنا بالضمار متاعنا يعني هذك كيفاش قاعدين نعيشو دوك اه اه ولا ولا يظهر لي ما هاتش فاهم ما ما نجم ونزيدو بعد ما قالت هون هاجر ابو جمعة اذا يرى في 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 اطار التحليل التحليل الاقتصادي نجم وندخله نظريات كما اللي اليوم اقدمت لنا بهم اه واللي هي مانا في الاخر النمو شنوه هو نشو ما نحكيه زيدا على الامن الغذائي والاكتفائي الذاتي والقامح زيدا ولا فكار لنا والقامح والشهير والحليب والحليب اه بتنرجع للامور الجدية في رئيسة في صفحة رئيسة الجمهورية اه زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الى المسبح الاولمبي بيرادس والصورة فيها اه رئيس الجمهورية اه يقبل العلم اه الصورة هذه توهبتت عندها سبعة دقايق في اه صفحة رئيسة الجمهورية كذلك فما صورة ثانية لرئيس الجمهورية وعينيه قعدة تدمع يبدو وقت النشيد الوطني الصور موجودة كما قلت على صفحة رئيسة الجمهورية في رد على حدثة العلم اللي مروان حكينا عليها اليوم في الكود جول واللي صار حول حجب العلم التونسي في منافسة بطولة الماستر في السباحة اللي صارت في المسبح الأولمبي بيرادس صور داير منارش إذا كانت تقوى تناجم تاخد صور توا من صفحة رئيسة الجمهورية تحطمنا في اللايب لأنه مروان قاعدة وريفية في الصور رئيس الجمهورية متأثر جدا ورافع العلم ورافع الراية الوطنية في المسبح ويظهر لهذا إجابة على أو مقولوش إجابة لكن في إطار رد الفعل على الصورة يعني الصورة المؤلمة اللي كنا شفناها متاع العلم التونسي المغطي اللي تم حجبه وروفع إذن هذا الحجب يبدو أنه نحن نلقاعدين نكتشفوا أي نعلقوا تقريبا في المباشر يبدو أنه فما أيضا حتى تشكيلات من الجيش التونسي موجودين غديكة يعني لتحية القيام بتحية العلم كما تصير بطريقة يعني رسمية هذا يحدث أيضا بحضور ولي بن عروس بطبيعة الحال ويعني رئيس الجمهورية يبدو أنه يحب يعني يرد الاعتبار الراية اللي تم حجبه الراية الوطنية واللي تم حجبها في يعني في في ابيزود مؤلم نستنعي فيديو من هنا السوعات أخرى نتصور لرئيس الجمهورية باش تهبطلنا أكثر تفاصيل على هذه الزيارة غير المعلنة للمسبح الأولمبي بيرادس شكرا مروين عشوري شكرا هجر بجمعة مواصلين معكم بعد النشرة المفاصلة للأخبار شكرا